كم وثل نيابة عن رئيس جمعية أصدقاء البيئة راح نبلغوا هذا الشيء هذا من كارثة البيئية اللي راح صاري عدنا في منطقة سعيد عتبا ناخيل مهدد يعني سكان ثاني أمراض حشرات في كل أمور كينا الطريقة راح تغلق منها يعني كارثة بيئية نطلب من السلوطات ونطلب من شركة كوسيدار وشركة عونع أنها تخدم خدمتها بلغنا وكتبنا ودرنا كل مجهوداتنا وروحنا الوالي ودرنا ولكن لا حياتها لمن تنادي نشاهد فيها كأنها كارثية سبخة كارثية يعني الحلول اللي راه دارتها مسؤولين تعقونا ولا المسؤول شعبي البلدي ولا الولاي داروا حل جذري يعني هذا الحل باللي هذا اللي سين يسموه كل جيهنات شوفوا يعني هكا تشوفوا تصوروا كل المنطقة ذي راحت نعانوا من ناموس نعانوا من ريحة والله مولادنا باش نباتوا غير يعني في فضاء الريح وفي حواشنا ولا في استحمة كانش كلمات يزوروا من ريحة لمن ذلك هذا الحل وقعنا عرفوا وراح رايح السلطات تجي تشوف بعينها هنا في المكان مش نارنا هدروح نابل فهم تجي تشوف وتعرف واش راه كاين هنا وراح فيه ربع شهور راه الكارثة هذي راه واقعة هنا حنا ما نقولوش واش كاينو بس نطالب السلطات تجي تشوف ترجمة نانسي قنقر